بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم من طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في قناة انجليزي اعدادي مع مستنى السماه ان شاء الله النهاردة هنحل من كتاب المدرسة كتاب الطالب ادي غلاف الكتاب hello beyond words كتاب الصف الاول الاعدادي النسخة الجديدة عشرين خمسة وعشرين هنبدأ على بركة الله احنا هنقسم الوحدة زي ما احنا متعودين كل درسين مع بعض هناخد النهاردة ان شاء الله درس واحد واتنين ادي اول ده الوحدات عندنا الوحدة الاولى صيف رائع او صيف عظيم صيف عظيم عندك اا اول حاجة الدرسين واحد واتنين دي اهداف الوحدة دي خاصة بالمعلم اما هنا بيقول think يعني فكر السؤال ده لك انت ما الذي يجعل الصيف لك رائع او عظيم ما هي الانشطة التي تحب ان تؤديها هنا بيقول انشطة الاجازة اول سؤال عندك هنا نمبر وان انظر لي الصور والانشطة من واحد الى خمسة اللي عندك في الصور هذه الانشطة من واحد الى خمسة write the number of the activity in which you اكتب رقم النشاط اللي فيه انت بتعمل الحاجات دي يعني هنا في اي نشاط هو ايه help your parents and grandparents at work مساعدة والديك وجديك في العمك ده هنا سيبها الصورة نمبر 4 اللي هي help out at your family's workshop b how to make your local area better تساعد ان تجعل المنطقة المحلية اللي انت بتعيش فيها better يعني بشكل افضل تكون افضل ده هنا سيبها الصورة نمبر 2 volunteer at a community garden هو التطوع في حديقة مجتمعية c writing something using computer software اكتب كتابة شيء باستخدام برامج الحاسوب دي هيناسبها الصورة نمبر 5 اه دي نمبر 5 write stories using AI كتابة القصص باستخدام AI الزكاء الاصطناعي d take part in games with other teams الاشتراك في العاب مع فرق اخرى دي هيناسبها الصورة نمبر 1 play in a tournament اللعب في بطولة e teach people how to do something new تعليم الناس كيف يؤدوا شيئا جديدا هيناسبها الصورة نمبر 3 teach adults to read and write Arabic تعليم الراشدين او البالغين كيف يقرأوا ويكتبوا باللغة العربية كده احنا جاوبنا على النشاط نمبر 1 هنا بيقول work and powers work and powers يعني اعمل او اشتغل في اتنين اتنين هتشتغل اتنين اتنين في الفصل ask and answer اسأل وجاء which activities do you do ايه الانشطة اللي انت بتقوم بها او بتقديها which activities would you like to do ايه الانشطة التي تود ان تقوم بها فحتى انت هنا هتسأل هتقول which activities do you do هنا الاجابة I play in tournaments and I help out at my family's workshop انا العب في بطولات واساعد في ورشة عائلتي او اسرتي فنشوف هنا نمبر 3 read and listen to عمر's blog post يعني اقرأ واستمع الى مدونة عمر عبر الانترنت الولد ده اسمه عمر نشر مدونة على الانترنت which activity from exercise one does he mention ايه الاجتيفتي اللي كانت فيه exercise number one هو ذكرها how does he feel about it ايه شعوره ناحية هذه الانشطة هنقرأ دي مع بعض بيقول hi I am عمر اهلا انا عمر this summer was great هذا الصيف كان عظيما او كان رائعا I played football every day لعبت كرة القدم كل يوم at first في البداية I played with some of my neighbors in the street لعبت مع بعضا من جيراني في الشارع our street is quiet and very safe الشارع بتاعنا هادي quiet and very safe وآمن جدا we had a lot of fun and we liked to imagine that we were famous football players نحن استمتعنا بوقتنا كثيرا وكنا حابين ان احنا نتخيل ان احنا كنا لعبين كرة قدم مشهورين then a new boy joined in ولد جديد انضم الينا he told me about a football club in our area هو اخبرني بخصوص نادي لكرة القدم في منطقتنا one afternoon يعني في يوم بعد الظهر I decided to go to the club انا قررت على اذهب للنادي there were lots of boys playing in two teams كان يوجد الكثير من الاولاد يلعبوا في فريقين and I watched them for a while وشاهدتهم لفترة من الزمن then بعدها the coach saw me and asked if I played football too the coach هو المدرب طلب مني لو انا هلعب كرة القدم ايضا do you want to try playing with the team هل تريد ان تجرب اللعب مع الفرقة اللي هي الفرقة الرياضية لكرة القدم he asked هو سأل of course I did هو هجاوب عمر قال بالطبع انا اردت ان العب في فريق كرة القدم the coach watched me kick the ball and said I was talented football player the coach هو المدرب شاهد لي اركل الكرة وقال انني موهوب انني لاعب كرة قدم موهوب he asked me to join the team هو طلب مني ان التحق بالفريق for the next six weeks للستة اسابيع القادمة I played with my neighbors in the morning انا لعبت مع جيراني في الصباح and then with the team at football club in the afternoon وبعدها بلعب مع الفريق في نادي كرة القدم بعد الزر it was very tiring كان الامر متعبا جدا but really fun at the end of the summer مع نهاية الصيف we took part in a tournament نحن اشتركنا في بطولة I was nervous about it كنت متوترا بخصوص هذه البطولة but excited لكني متحمس I tried my best بذلت قصار جهدي and scored three goals وسجلت ثلاث اهداف our team won the tournament طريقنا فاز بالبطولة it was an amazing end to the summer كانت نهاية مزهلة بالنسبة لهذا الصيف هنشوف هنا الأسئلة بيقول read again اقرأ ثانية and answer the questions وأجب عن الأسئلة على الفقرة بتاعت مدونة عمر where did عمر play football at the start of the summer أين لعب عمر كرة القدم في بداية الصيف in the street في الأول كان بيلعب في الشارع who told عمر about the football club من أخبر عمر بنادي كرة القدم the new boy وقال أنه في ولد جديد ضم لهم في اللعب وقال لهم أنه في نادي لكرة القدم number three why did the coach ask عمر to join the team at sports club لماذا طلبه المدرب من عمر أن يلتحق بالفريق في النادي الرياضي because he saw عمر was talented yeah talented football player لأنه هو شاف أن عمر كان لعب كرة قدم موهوق number four how many goals did عمر score in the tournament كم عدد الأهداف اللي سجلها عمر في البطولة three goals ثلاث أهداف هذه هي موجودة عندك في البقرة اللي احنا قرناها three goals هنشوف number five you will find the words in the block coast يعني أوجد الكلمات أوجد الكلمات في المدونة الإلكتروني write in noun v verb a adjective for each word لو الكلمات دي عبارة عن اسم هتكتب noun حرف الـ in لو هي verb فعل هتكتب v لو هي صفة هتكتب a adjective فهنا أجيب لك مجموعة من الكلمات وانت هتصنفها زي imagine imagine ده فعل يبقى نقول verb v talented talented موهوب يبقى دي صفة صفة يعني adjective هنجيب حرف الـ i وهنكتبه هنا coach مدرب المدرب noun in noun tiring tiring يعني متعب فهذا adjective صفة هنجيب حرف الـ i وهنكتبه هنا tournament tournament بطولة دي noun اسم number six work and powers يعني اعمل في اتنين اتنين هنشتغل اتنين اتنين في الفصل work together to guess the meanings of the words one to five in exercise five يعني اعمل مع اصدقائك كثنائيات علشان تخمنوا معاني الكلمات هنا بيقول guessing the meaning of new words يعني تخمين معاني الكلمات الجديدة علشان تغرف معنى كلمة جديدة في نص هتشوف الكلمة دي لو هي بتتكلم عن a person شخص or a thing او شيء يبقى دي noun لو بتتكلم عن شخص او شيء يبقى دي noun لو بتتكلم عن action حدث يبقى دي verb الكلمة كده verb يعني فعل وفي كلمة تانية هتبقى في نفس الجملة هتساعدنا في التعرف على الكلمة الجديدة اللي احنا مش عارفين معناها يعني مثلا وجود an article وجود اداء قبل الكلمة ديه زي a مثلا او an او the لو لقينا واحد من الادوات ديه قبل الكلمة يبقى دا noun يعني اسم هنا اقول a tournament tournament بمعنى بطولة يبقى دا noun the game بمعنى اللعبة ودي noun طيب لو انت شفت قبل الكلمة اللي انت مش عارفها في قبلها صفة فالصفة هتوصف ايه هتوصف الاسم يعني ما اقول new friends new friends كده اصدقاء جود يبقى انا بوصف الاصدقاء ب new كده للصفة friends هي noun الاسم طيب هنا بيقول i played football كلمة football اللي هي noun اللي قبلها هنا في verb اللي هو played هنشوف هنا آآ lesson two الدرس التاني اي helping hand helping hand بمعنى يد العون او تقديم المساعدة read and listen to forum posts يعني اقرأ واستمع لمنشورات في منتدى about summer vacation activities بخصوص انشطة الصيف او اجازة الصيف match the activities one two three to the posts a to c اه وصل او وفق بين الانشطة والمدونات المدونات اللي هي من a c ادي الكلاث مدونات الموجودين عندنا اول حاجة think بيقول what do you think a foreign post is تعتقد ايه هي foreign post هي عبارة عن منشور في منتدى منشور في منتدى المنتدى ده هو عبارة عن ايه مثلا مجموعة من الناس بتتكلم حول موضوع موحد موضوع واحد بيطرحوا للمناقشة وكل واحد بيكتب فيه رأيه ايه او التجربة اللي مر بيها ايه طيب فهنا هنشوف المدونات التلاتة وبعد كده هنعرف اني الاجابات كل جملة من دول هتعبر عن رقم المدونة من دول فهنا بيقول teaching adults to read and write Arabic دي هتلاقيها في المدونة C طيب اما هنا starting a local group to collect letter يعني بدء مجموعة محلية لجمع القمامة هتلاقيها في المدونة A اللي هي دي writing stories using AI كتابة القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي هتلاقيها في المدونة B اللي هي دي وهنقرح كل المدونات التلاتة لقدامك عشان نفهم فيهم ايه tell us about your summer vacation and post your photos اخبرنا بخصوص اجازة الصيف لك وانشر صور لك هنا بتقول ايه إلسة بتقول I noticed that أنا لاحظت أنه there were too many empty cans and chocolate bar bar rubbers on the streets in our city أنا لاحظت هنا بيقول أنا لاحظت أنه كان هناك الكثير جدا من العلب الفارغة وأغلفت الشوكولاتة في الشوارع في مدينتنا last summer last summer الصيف الماضي I decided to do something about it أنا قررت أن قررت أن أفعل شيء بخصوص هذا القمامة I didn't want to wait for the adults to clean up to clean up our streets أنا لم أكن أريد أن أنتظر الراشدين أنهم ينظفوا شوارعنا أنا عملت some posters اللي هي بعض المنصقات أطلب من ثغار الناس اللي هم الشباب young people اللي هم الشباب أن هم ينضموا للمجموع عادي 4 people came to our first meeting 4 بس من الناس جو لأول اجتماع لنا بخصوص جمع القمامة we picked up later from the one part of the city نحن جمعنا القمامة من جزء واحد من المدينة put it in bags وضعناها في حقائب أو أكياس and took it to the recycling center وأخذناها لمركز إعادة التدوير the week after that الأسبوع اللي بعده 8 people came 8 من الأشخاص go and then after that there were 12 of us وبعد كده أصبحوا 12 شخص the group grew and grew المجموعة كبرت وكبرت over the vacation خلال الأجازة and now it has 24 members والمجموعة حالياً فيها 24 شخص أو 24 عضو في المجموعة اللي كتب المدونة دي إلسا جو في المدونة بي last summer I did something really fun الصيف الماضي فعلت أو قمت بعمل شيء بالفعل جميل أو مرح أو ممتع I took part in a project أنا اشتركت في مشروع where young people write stories using AI حيث المشروع ده في الناس اللي هما الشباب بيكتبوا قصص باستخدام AI الزكاء الاصطناعي because computers write them لأن الكمبيوتر هو اللي بيكتب القصص دي we had to check to make sure that there were no mistakes in them إحنا اضطررنا أن إحنا نراجع القصة اللي كتبها الزكاء الاصطناعي ده علشان نتأكد أنه ليس هناك أي أخطاء فيها Before I started قبل أن أبدأ I didn't know that AI can write really good stories قبل أن أبدأ لم أكن أعرف أني الزكاء الاصطناعي يمكنه كتابة قصص جميلة بالفعل أو جيدة بالفعل You imagine that only people can write stories but AI can give a helping hand أنت تتخيل أنه فقط الناس هما يقدروا يكتبوا القصص لكن الزكاء الاصطناعي يمكنه أن يمد يد العون أو يمكنه أن يساعد في ذلك I was surprised كنت مندهشا Most of the stories I read were fine معظم أن القصص التي قرأتها كانت جيدة أو جميلة But sometimes I found something strange in them لكن أحيانا أجد شيئا ما غريبا فيهم في القصص For example على سبيل المثال There was one story كانت هناك قصة واحدة Where the sun never sits في القصة دي الشمس أبدا لا تغرب Of course that's not possible بالطبع ده شيء غير ممكن ده شيء مستحيل So I changed that part of the story أنا غيرت هذا الجزء من القصة اللي كتب المدونة دي لم نشوف المدونة الثالثة Two months ago يعني منذ شهرين I started helping out at a project in my city أنا بدأت في مشروع أساعد في مشروع في مدينتي In this project في هذا المشروع Young people like me help adults who can't read and write Arabic الشباب يحبوا أننا أساعد الكبار اللي هم الراشدين الذين لا يستطيعون أن يقرأوا أو يكتبوا باللغة العربية My partner was Mrs. عزة الشريك اللي كانت الأستاذ عزة And she was very nice وكانت جميلة جدا أو لطيفة جدا First أولا We looked at the alphabet together أولا إحنا كنا نظرنا إلى وبحثنا عن ال alphabet together اللي هي الحروف الهجائية I said the sound for each letter and Mrs. عزة repeated it أنا كنت بقول كل صوت لكل حرف و Mrs. عزة تردد أو تكرر تكرر الصوت Sometimes أحيانا she nearly gave up هي كانت تقريبا كانت خلاص يأست أو استسلمت But then I said things like لكن بأنا حينها قلت أشياء زي You are doing really well Don't stop now أنت تؤدين أداء حسنا بالفعل Don't stop now لا تتوقفي الآن It was fun to be a teacher instead of a student كان أمرا ممتعا أن تكون معلم بدلا من كونك طالب عشان هي فتاة لسه صغيرة هي كده بتعلم الأكبر منها سنا Especially when I asked her Did you do your homework this week وخصوصا عندما أنا سألتها هل قمت بعد واجبك هذا الأسبوع الواجب المنزلي Or What did you learn yesterday أو هتقول لها سؤال تاني ماذا تعلم كان الأمر عظيما أو رائعا أن مساعد الأستاذ عزة أن تتعلم شيئا جديدا اللي كتب المدونة دي جميلة هن بيقول read the foreign post يعني اقرأ المنشورات في المنتدى مرة أخرى بيقول أكمل الجمل دي بالأسماء الصحيحة اللي هي قدت الأنشطة دي هنا بيقول إيه جميلة هنقول هنا نكتب هنا جميلة جميلة said positive things to someone so they didn't stop doing something يعني جميلة قالت أشياء إيجابية لشخص ما اللي هي mrs عزة طبعا so لذا الناس دي they didn't stop doing something هم لم يتوقفوا عن عمل الشيء اللي هم كانوا بيعملوا لهو تعلم لغة عربية يبقى ده جميلة هنكتب جميلة هنا number two هنقول Elsa made some posters to asking people to join her group من العمل ملصقات علشان يطلب من الناس اللي هي تنضم للمجموعة اللي هي Elsa نكتب هنا في number three من العمل الحاجة دي Elsa Elsa كانت هي القائد لمجموعة المجموعة المجموعة دي كانت تكبر خلال الصيف number four هتلاقي أني النشط ده قام به lion lion هو اللي كان مندهش بشيء ما هو رآه في الصيف فاكرين لما كنا بنقول هو كان نستغرب أني يقدر يكتب stories قصص كان فاكر أن الناس بس هلتقدر تكتب القصص هنا number five بيقول lion برضو هو العمل النشط ده lion لاحظ أن في مشكلات ويعمل بعض التغييرات لحلها ده طبعا إحنا لما قلنا غير العبارات اللي بتقول أني الشمس لا تغيب في إحدى القصص number six did something to help someone to have a better life جميلة هي اللي عملت شيء ما علشان تساعد شخص أن هو يعيش أو يكون في حياة أفضل علشان هي ساعدت ميسيز عزة number three نشاط نشاط أسفل أسفل الفيديو عشان لو حبيت ترجع له مع شرح الدروس كل درسين مع بعض في فيديو بنشتغل من كتاب معاصر وجم the past simple اللي هو الماضي البسيط the past simple we use the past simple نحن نستخدم الماضي البسيط to talk about actions عشان نتكلم عن الأحداث that started and ended in the past الأحداث دي تكون بدأت وانتهت خلاص في الماضي we often use these time phrases نحن غالبا نستخدم عبارات الوقت دي with the past simple مع الماضي البسيط زي زي yesterday last year العام الماضي two weeks ago يعني منذ سبوعين وفي تعبيرات كتير جدا كمان غير دي for example على سبيل المسال two months ago يعني منذ شهرين I started helping out at a project in my city أنا بدأت في المساعدة في مشروع في مدينتي هنتكلم هنا عن the verb بي اللي هو verb to be verb to be احنا عارفين ان هو بيبقى شكله في الماضي يئمة was يئمة where مع i او he او she او it بنقول was مع we او they او you هنقول where هنشوف هنا هيقول my partner my partner اللي هو اشاريكي هقول was والو was was mrs عز and she was very nice وهي كانت ايه لطيفة جدا يبقى my partner كده كأنك بتقول she هنقول شي ايه she was most of the stories i read معظم القصص التي قرأتها مالها where fine يعني هنا عشان قال stories جمع فعشان كده قلنا where verb to be where في الماضي للجمع regular verbs with ed endings بتكلم عن الافعال المنتظمة اللي بتنتهي بالed في صيغة الماضي البسيط last summer الصيف الماضي i decided to do something about it انا قررت ان افعل شيئا ما بخصوص ذلك اللي هي مشكلة مشكلة القمامة يبقى احنا هنقول decided ادي فعل بينتهي بالed first اولا we looked at the alphabet together يعني احنا شفنا الالفابت اللي هي الحروف الهجاء معا كده استخدمنا فعل نهايته ed بالطبع هذا غير ممكن او هذا مستحيل لذا انا قيرت جزءا من القصة changed فعل اخر ed عشان هو كده فعل منتظم regular verbs with different endings بتكلم عن الافعال غير منتظمة اللي لها نهايات مختلفة يعني مش بتمشي على النظام ولا القعدة اللي هي اضافة ed او d او ied عشان تبقى بالتصري في التاني لكن شكلها بيتغير في الماضي عن المضارع وعلشان كده بنحفظها زي ما هي انا بيقول the group the group اللي هو المجموعة مالها grew and grew over the vacation يعني كبرت وكبرت خلال الاجازة انا قلت الصوت لكل حرف وستاذ عزة قررته او رددته يبقى انا قلت ده التصريف التاني من say grew التصريف التاني من grow انا قمت بشيء بالفعل جميل او مرح او ممتع طبعا did هو الفعل الماضي او التصريف التاني من do بعد كده بتكلم فيه negative اللي هو النفي negative sentences with regular and irregular verbs بتكلم عن جمل منفية بيستخدم فيها افعال regular منتظمة وكمان افعال تانية irregular غير منتظمة هنا بيقول انا لم اكن اريد ان انتظر للكبار او الراشدين ان هما ينظفوا شوارعنا هنا استخدم didn't للنفي واستخدم want دا فعل دا فعل دا فعل منتظم عشان التصريف التاني لهم ب ed هقول wanted لكن عند النفي هقول didn't وبعد كده المصدر what did you learn yesterday ماذا تعلمت او تعلمت امس بدأ بكلمة استفهام بعد كده الفعل المساعد اللي هو did واد الفاعل بعد كده الفعل المصدر او مصدر فعل او مصدر number four look at the photos انظر لصور use their prompts to write sentences or questions in the past simple about the summer activities in each one اسأل عن انشطة الصيف في كل صورة من الصور number one people from our community الناس من مجتمعنا هو عايزك تستخدم صيغة الماضي هو past simple الماضي البسيط هتقول plant لا هتقول planted planted flowers and vegetables زرعوا الزهور والخضروات number two we gave the plants a lot of water يعني ادنا النبات الكثير من المياه الفعل give التصريف التاني له هو gave number three yesterday امس i هو عايز الجملة تبقى من فيه هاول i didn't want to leave the garden انا لم ارد ان اغادر الحريقة number four my dad والدي worked all the summer all summer يعني طوال الصيف عمل طوال الصيف number five i helped out in his family's workshop انا ساعدته في الورشة بتاعة العائلة او الاسرة هنا خلي بالك بيقول help الفعل help التصريف التاني له باضافة الed عشان هو فعلي منتظم اما out ده حرف جرب مش بيتغير ابدا في الماضي عن المضارع number six my dad made toys and i helped them helped him انا والدي عمل العاب وانا ساعدته يبقى الماضي من make made تصريف التاني له هو made help تصريف التالي له helped هنا جايب what you would do last summer عايزك تكون منه سؤال نكون سؤال باستخدام كلمة الاستفهام الاول هنقول كلمة الاستفهام فعل مساعد فاعل فعل اصلي زي ما احنا متعودين على تركيب السؤال يبقى دي كلمة الاستفهام هي what بعد كده الفاعل المساعد نحن استخدمه بزمن الماضي البسيط هو did بعد كده الفاعل you والفاعل الاصلي هو do what did you do last summer ماذا فعلت الصيف الماضي number five work impairs يعني اعمل فيه ثنائيات ask and answer questions about your summer vacation اسأل ويه ادي اجابات يعني اسأل ويجاوب عن your summer vacation يعني اجازة الصيف لك هذه سؤال what did you do in the summer vacation عملت ايه في اجازة الصيف i helped my grandma in her garden we planted lots of flowers انا ساعدت جدتي في حديقتها زرعنا الكثير من الزهور كده احنا خلصنا حد صفحة سبعة عندك في كتاب المدرسي يبقى احنا كده خلصنا اول درسين ان شاء الله نستقن مع بعض حل كتاب المدرسي وكمان حل كتاب المعاصر جيم لو حابب تتابع معانا هتلاقيهم معاك على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته